موسيقى يعاني القطاع الزراعي في لوائي البترة والشوبك من تأخر موسم حصاد المحاصيل الزراعية حيث أشار بعض المزارعين إلى أن هذا التأخر يعود إلى عدة أسباب يعرضها لنا الزميل صالح الفرجات في تقرير التالي ألف الدنومات من الحقول المزروعة بالقمح والشعير لم يكن من الطبيعي أن تشاهدها في مثل هذا الوقت من السنة إلا أنها هذا العام ونحن في شهر أيلول أصبحت مشهدا سائدا ولأول مرة في مواسم الحصاد السابقة منذ عشرات السنين يبقى الزرع في حقوله تأخر حصاد هذه المحاصيل إلى مثل هذا الوقت عزاه البعض لعدة أسباب جعلت الناس يبتعدون عن الزراعة الزرع الآن في أرضه في عدم القدرة مثلا الكسل من المواطن وعدم مثلا الإنسان أنه بزرع بس ما فيه إنتاج يعني بزرع إنتاج ما فيه الأسباب التي خلت الناس يتركوا المحاصيل الزراعية لها السنة الجدوى الاقتصادي من المحاصيل الزراعية مقارنة مع المنتج من السوق المحلي خاصة في مادة الخبز سابقا كان الزرع يعد ثروة ينتظرها المزارع بعد نحو ستة أشهر وأقل من التحضير بين الحرث والحصاد والدراس ومن ثم تخزينها كمونة سنوية وما يفيض عن الحاجة يتم بيعه للتجار هذا المشهد يشير إلى تراجع قيمة الزراعة لعدم وجود جدوى من الجهد والمال المبدولين للإنتاج مقارنة بشراء منتجات الحصاد من الأسواق وهو ما يؤكد ضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة لتفادي فقدان الزراعة لأهميتها في لواء الوتراء والشوبك